أمي ما يا سيدي كان شيء مشروع؟ المسألة دي المارشال أرت مني كنت صغير كانت تريني و الحمد لله من الصغور كانت تريني أمنأ ماشي أنا بروفشنال في المارشال أرت ولا في رياضة ولكن كنت زاولي هذا الرياضة في الكيكبوسين من مواي تاي عنا شغل في رياضة من الصغور فمساح مع مع العلم كنت سبونسور ديال شو اسميتها؟ عدو بلا مشتر رجيم شي ماركة؟ أكبر ماركة اللي سبونسور دياليو افسي اللي هي الفينوم الفينوم اللي في هذيك اللفع هما باش كيت بارجو والالمغربي الوحيد الحمد لللي سبونسوري فينوم كي نزعي تراي تنك كنشوفوا لابس فينوم تاوا وخدمت معهم وقدموا منتس كما قلت لك نحن في عطلة واتسموا الحياة انتلاقة من الشهر المقبلة يعني بجي داء من الأيام والأسابيع المقبلة كين نترجع للكمبيتيسيون حيش غبرتي جوية ماشي غبرت بلاكس كنا خدامين كنا خدامين بزاف مسائل وغاد حياتي شخصية والأمور غادة من ضبوطة أدعواتكم تمتيل ربما؟ بالنسبة لتمتيل هذه النقطة مهمة اللي بغيت نطرق لها وجدت الفرصة اليوم مع العلم أنا رقريت فمات فيلم أكاديمي من أكبر اليونيورستيز في العالم اللي كينا في لندن وكينا في ألمانيا أنا أعتقد في أمريكا وهذا من الأهداف اللي كنت كنت كندير لي ما بغيت نزعمن ولكن مني تخرجت جاءوا ني عروض وأفلام مزيان اللي كنت كندير فيها اللانسمن في 2018-2019 وكانوا عندي واحد توروف ديالوراق كانوا بقي ما خرجوا ليش فجأتني كونترات أناني مشي فاطحت بجوجة تحت واحد المشكل ديالوش نأخذ اليوغيسك نخرج من لندن وأنا بقي كنسين وراقي ونكمل التمثيل ونخرج من العربي تيفي باش نكمل لواحد الرزيق ديالك اللي سطابل ونته فيكس وانستالي ولكن تخرج من مات فيلم أكاديمي وهذا الحلم هذا مازال إن شاء الله يعني خدامين عليه ووأينا تشوفنا بشي أدوار مغربية قريبا لأنه كين شي بروجيات اللي دابوا وقرابين لنا باش نكملوا بتوفير نجامة خوطاء شعر الله حمزة تباركلا عليك ناشط وديما الحيوية والحمزة اللي كتلا هدرا داروري قتلنا ثلاثين تانية ممكن تقول لنا فيها شعر نقول لكم كانت مننا إن شاء الله بما أنني يعني ديما هزر راية المغربية كحمزة بريزي وكانت مننا نشوف مغرب زوين بمونطاليتي زوينة وهاتش اللي داروا الأبطال دينا الألعاب القيوة كان في المستوى والدرس اللي علمنا هاتش ديال الفيفا أن نلقينا الرياضة والتي تدخل البيوت ديال المغاربة ولينا كنشوف الأب والأم يعني الجداد كي سبورت أولادهم اللي كي ديروا الرياضة والتي عنا اللوغة دير السبور قبل ما كانش المغرب يصفق عليك اليوم ولينا كنشوف مغربك يصفق عليك هذا إنجاز كبير وإن شاء الله مستقبلاً غادي يكون غير خير في المغرب ومديما مغرب وليف يغر بيب